لا بأس في إظهار مشاعر الفرح والتعبير عنه بالوسائل الممكنة والمتاحة للمناسبات الخاصة أو العامة ولكن ما يحدث في البلاد من تحول مظاهر الفرح إلى مأساة لدى الآخرين والسبو إطلاق الرصاص إلى الفضاء فتعود لتقتل الأبرياء بدم بارد العشرات بين قتيل وجريح في آخر احتفائية بمناسبة فوز منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا احتفاء تسبب بمقتل أطفال في مقتبل أعمارهم وفتيات في ظهرة شبابهم ناهيك عن عشرات الإصابات الأخرى التي تركت آثارا وجراحا تعمق الفاجعة وتوسع المأساة مجتمعات دائما تفرح ولكن هناك طريقة وأسلوب أو طرق وأسلوب وأساليب لهذه الفرحة لكن في الأولى الأخيرة يبدو أن هناك استخدام الأعيرة النارية التي تقتل الناس سواء المارة في الشارع أو المواطنين في أعمالهم في منازلهم في مدارسهم فهذا شيء يعني بدل ما تصبح فرحة وابتهاج تتحول إلى حزن وهذا دائما يؤثر على الحياة العامة فننصح الأخوة خطباء المساجد والأخوة الناشطين في مواقع التواصل والإعلاميين وكذلك الأكاديميين وارنخب أن تعمل حملات توعوية وأن تبادر في توعية المواطنين حول هذا الموضوع إنه موضوع خطير جداً لأنها تدخل في حياة وسلامة وموت إنسان فهذا لا بد على الأخوة كما ذكرنا سلفاً أن يهتمون بهذا الموضوع الحوادث شبه يومية نتيجة الرصاص الراجع التي تطلق في الأعراس فلربما قتلت أو أصابت أشخاصاً في منازلهم أو مارين في الطرقات والشوارع العامة بكل أمان وطمأنينة وعلى وقع هذه الحوادث المأساوية والمفجعة نتمنى أن يتفهم الجميع ذلك الخطر الذي نسببه بمحض إرادتنا ويهدد حياة الناس الذين لا ناقة لهم ولا جمل سوى أنهم كانوا على فرحة من هذا الفرح القاتل هناك وسؤولية كبيرة على السلطة والجهات الأمنية يجب أن تضع حدود وأن تضع عقوبات على هؤلاء أو من يقوم بعملية الرماية بالأعيرة النارية أثناء المناسبات والأفرح هناك بعض الأساليب مثل نوعية الأعيرة النارية لا تكون القاتلة أعيرة نارية من هذه الاستخدام في الأعياد يسمونها بالضبط الألعاب النارية هم وشابه ذلك هذا أمر مهم جداً وهذه نقطة ونشكر للقناة على الكشف وإخراج مثلاً للمجتمع ماذا يجب على القنوات والإعلام أن يعمل في هذا الموضوع هذا موضوع مهم جداً في المقابل يتوجب على الخطباء والناشطين القيام بواجبهم في نشر الوعي لمنع تفشي هذه الظاهرة وكذا دور السلطات في منعها وتجريمها ومعاقبة مرتكبيها بشكل رادع حتى يكون عبرة لمن سواه ترجمة نانسي قنقر